أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ضرورة تبادل الرؤى وتكثيف الجهود بين برلمانات رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي لتحقيق غايات شعوبها جذلك في كلمته بختام فعاليات مؤتمر الرابطة حيث أكد رئيس مجلس الشيوخ أهمية التضامن العربي الإفريقي في ظل جائحة كورونا كمحور أول مشيرا إلى أن مصر قامت بتوطين صناعة اللقاحات والدواء بهدف التصدير للأشقاء في القارة الإفريقية والدول العربية لمواجهة الجائحة كما أشار عبدالرازق إلى أن مصر كانت صباقة للانضمام لكافة الاتفاقات الأممية ذات الصلاة بحقوق المرأة ودشنت اتفاقات وبروتوكولات وقوانين وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز فضلا عن تعزيز الحقوق السياسية للمرأة هذا وقد أشاد رئيس مجلس الشيوخ باختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في دورتها السابعة والعشرين أواخر هذا العام